أبتدي مع حضرتك من مطش مبارح اللي كانت نتيجة مؤلمة على الرغم أنه الأهل الليعب مباراة أعتقد أنها من ناحية الفنية كانت كبيرة جدا قدرنا نستحوذ قدرنا نسيطر على مجرات المباراة في الشوطين قدرنا نخلق عدد كبير جدا من الأهداف لكن طلعت المباراة في نهاية عادل من وجهة نظرك بتخيم مطش مبارح إزاي هو طبعا لازم نعترف أولا أنه المنافس بتاعك هو اللي بيحدد مدى نجاحك بمعنى أنه لو أنت بتلعب مع فريق زي فيتا كلاب فرقة وعية جدا مش مجرد ناس بتجري يعني مش مجرد لياقة وقوة بدانية لأ عنده لعيبة عندهم برضو القدرة على خلق الفرص والاستفادة منها وصناعة اللعب فبالتالي ما هواش فريق ضعيف يعني مش فريق نقدر نقول عليه لو أنت تعديلت معها سواء هنا أو برا يعني هنا أو خارج مصر أعتقد أنه النتيجة لغاية فترة معينة كانت في مصلحة النادي الأهلي يعني أنت الأول تقدم عليك فيتا كلاب بهدف مع ذلك في خلال أربع خمس دقايق أو ست دقايق أنت قدرت أن أنت تبقى ليدنج عليه وتحرز هدفين ده مش من الفرق اللي هي ممكن تتخطف لما أنت تتقدم عليه هو برضو موجود وشوفنا ضربة الجزاء الوهنية آه طبعا يعني فيها مساعدة أتكلم معك على التحكيم فيها مساعدة طبعا وكل حاجة بس اللي أنا عايز أقوله أنه مش عايز أنا ألقي بكل اللوم لأنه التحكيم عنصر يا أستاذ أحمد موجود وشأن أمقابينا هنتعرض للظروف دي في كل البطولات أنا مش عايز أفتح هتكلم معك طبعا في ملف التحكيم بس خلينا أجل النقطة دي شوية لأننا حتى طرحي ليها مش هيبقى متعلق بس بمطشط الأهل لكن يمكن يكون متعلق كمان بمطشط معظم الفرق المصرية اللي يمكن التحكيم الأفريقي حتى على أرضها يعني إحنا إلى حد ما وفي مواقف وحاجات سابقة كتير جدا أنت خلينا نقول أن أهلي تعرض لظلم التحكيم يبين خارج أرضه لكن اللي مش بيبقى مفهوم أنه الظلم التحكيمي دهيب على أرضك يعني أنا ما بشوفش ده بيحصل يعني مش عايزة أخص بالذكر فرق معينة ولكن ما بشوفش ده بيحصل مع معظم الفرق الأفريقية سواء شمال أفريقي أو غرب ورسط أفريقيا وخصوصا شمال أفريقيا وخصوصا شمال أفريقيا بالذات على أرضهم على أرضهم أنا بتكلم على أرضهم لكن نقدر نقول برضو أنه هل الموقف دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي هل البطولة خلصت طيب لا يعني بصرف النظر أنا مش عايزة أتكلم برضو كتير غير لما تنتقل إلى نقطة التحكيم تمام إنما الموقف دلوقتي بالنسبة للنادي الأهلي هل البطولة خلصت لا فاضل تلت مباريات تلت مباريات دول أنت يعني عندك كل الأوراق اللي تقدر تغير بها النتيجة الترتيب والمركز نفسه والكلام ده كله أنت بالورع والقلم وإحنا عاديين من كاملوقتي ممكن بشكل كبير وبنسبة كبيرة جدا أنت تتصدر المجموعة يعني تأهل في المركز الأوراق بس أنت عندك صعوبة يمكن أنت عندك ماتشين بره أرض خارج الأرض بس هنرجع نقول زي ما فيتا كلاب بيلعب هنا وهو بمنتغى الجرأة أو بمنتغى الشجاعة أنه هو يحقق أفضل نتيجة إيجابية فأنت أيضا وإنت يمكن كنادي أهلي أنت رقم واحد في الجزئية دي أنت رقم واحد في أنك تقدر تلعب بره أرضك بقوة ويعني عايز أقول إيه عندك الخبرات اللي تخليك تعمل ده المهم يعني كلام حتى مستر موسيماني أنا لاحظت أنه هو الراجل بيتكلم في هذه المباراة وده حقيقي أنه الفرقة بتخلق فرص تهديفية كبيرة جدا ومؤكدة جدا ومؤكدة جدا أنت عندك المشكلة الحقيقية في إضاءة الفرص السهلة يعني أنت ممكن جدا تجيب تسجل من فرصة صعبة الكورتين اللي جابهم الأهل مبارح فرص مش مؤكدة بالزبط يعني كرة بتاعة أفشل مروان أوفر بالعرض وقدر يخلصها بلامسة بالزبط محمد شريف من فولول كورت أجاية قدر يخلص في فرص كتير جدا مروان محسن الهدف اللي أحرزه رغم أنه غايب فترة بقاله فترة عن التهديف إنما برضو قدر أنه هو يسجل الهدف بمنتهى البساطة لكن في فرص بقى اللي هي أنت والثلاث والثلاث خشبات تضيع إزاي لما نيجي نتكلم فعلا عن مدى فائدة أو مدى الفاعلية الهجومية لأي فريق هو الأول بيوصل بيعمل فرص ولا لا مسألة بقى إنه بيضيع دي محتاجة شوية ضبط وحاجة يعني كنت متوقع أنه الأهلي لما يعف المجموعة دي يمر بالموقف الصعب ده يعني نتكلم على فريق مفنش بطل السلسية ومحق بطولة الدوري والكاس وبطولة دوري الأبطال وابتدى سيزن جديد راح كاس عالم أندية حقق برونزية الإدارة دعمت الفريق وأضافت لي عدد من العناصر الشابة يعني زد بمعدل أعمار اللي كانت في الإعارات أول اللي نضموا لهم طاهر محمد طاهر مثلا برضو لعيب صغير في السن وطاهر على فكرة إضافة واللعيب العائدين من رحلة الإعارة برضو إضافة كبيرة جدا حزبة البرمة اللي احنا عادينا بنكلم في هو بالتالي ما حدش من جماهير نادي الأهلي كان متوقع أنه الأهلي في مجموعة زي المريخ وسيمبا وفيتا كلاب يبقى في موقف قبل ما يبتدي الدور التاني من دوري المجموعات يبقى شوية في موقف يعني مش سطيف يعني مش عايز أقول موقف صعب لكنه موقف ما كانش في الحزبة لا الحقيقة أنا دائما مش بقيس بالمستوى بتاع الموسم اللي فات أنت قدرت خلال الموسم الماضي تحقق ثلاثية هل ده معناه أن أنت تخش الموسم اللي بعده اللي هو ملتصق به إما أنت جاي برضو من فترة في إرهاق للعبين في إصابات وفي غيابات للعيبة مهمة جدا أنت عندك دلوقتي بالك قديب تلعب من غير علي معلول كم مقرارات مثلا طب وقال علي معلول ده مش قوة أساسية في الفريق طبعا مهم جدا فالإصابات والغيابات دي يعني ممكن عايز أقول إيه تصعب لك الفترة اللي أنت فيها دلوقتي إنما ده مش معناه أنها تقضي على الفرص وكمان ما ينفعش أن أنا أقول الأهل يكسب السلسية فلازم بقى يخش يعني ياخد الفرق كلها واحد ولا الثاني في صعوبات وفي فرق بالعكس أنت ممكن لما يكون الفرق دي متابعك يا أستاذ أحمد بيبقوا متابعين أنت مستواك وصل لفين فبيشحنهم معنويا أنهم يلعبوا برضو قدامك بطريقة مختلفة أنت بتلعب النهاردة مع حد واخد البرونزية بتاع الكاس العالم بتلعب مع حد واخد الدوري والكاس في بلده بالإضافة للتاريخ الطوير فده كله أنا بقول إن هي عوامل تؤثر أنا مش هقول بقى تؤثر إيجابة لا تؤثر إحنا سلبا لأنه بتخلي الفرق اللي قدامك كلها متحفزة حتى لو لملوش طموح في المجموعة إنما على الأقل مباراته معك مباراته بطولة صحيح يعني مش بس على المستوى يعني يكسب الأهلي يعني يكسب الأهلي في حد ذاته طبعا حتى لو لم يدأهل أو يحقق أفضل نتيجة ومش بس ده على المستوى المحلي على فكرة حتى على المستوى الإفريقي نفس الشيء بيبقى عنده طموح معين إنه هو يلعب قدامك ويبذل أقصى جهده في مباراته معك طيب في بداية الحلقة إنه مطش مبارح بنهايته انتهى دوري المجموعات بالنسبة لنادي الأهلي والمطشات اللي جاية كلها بقت مطشات كؤوس لا تقبل الإسم على تنين لكن كنت شايف أو مدي شوية أهمية المطش فيتا كلاب اللي جاي لأنه الجولة اللي جاي عندنا مريخ سيمبا تاني وعندنا أهلي فيتا كلاب تاني سيمبا لو فاز على المريخ ويوصل لعشر نقط ويسيب الأهلي وفيتا كلاب بعيد عنه شوية بفارق ست نقاط تقريبا يتصرعوا على البطاقة التانية عشان كده بقول إنه مطش الأهلي وفيتا كلاب اللي جاي في منتعة الأهمية أو يعني مباراة مصيرية حسمها بالنسبة لنادي الأهلي أو فوز النادي الأهلي فيها يقطع الأهلي شوط كبير جدا لتأهل الأدوار اللي جاي بالزبط يعني إحنا لو افترضنا إن المباراة القادمة بين سيمبا هي مش نفترضنا ده الحقيقة سيمبا والمريخ مظبوط فلو سيمبا كسب هيبقى عشرة بونت حلق بقى والمريخ يبقى برى الحسابات والمريخ يبقى برى يبقى فاضل الأهلي وفيتا والاتنين مع بعض ماشيين والاتنين مع بعض نفس النتائج مظبوط تعادل فوز هزيمة مظبوط يعني فيتا شابه في كل شيء ولذلك هو بالفعل المباراة القادمة بين الأهلي وفيتا مباراة مصيرية مباراة كؤوس يعني أنت اعتبر أنك تلعب المباراة دي خارج خالص حسابات المجموعة مظبوط أنت لازم إن شاء الله تكسب هذه المباراة وعلى فكرة مش صعب أبدا يعني خلي بالك الفريق اللي احنا شفنا ده أستاذ جمال مبارح أنا شايف أنه الأهلي يعني مع كاملة التقدير والاحترام لفيتا كلاب يكسبوا بمنتهى سهولة المباراة دي لو ما فيهاش سوء تحكيم أو تحكيم أسهر في نتجتها كان أهلي يطلع كسبان طبعا ولو فيتا كلاب ده بيلعب بدون حلس المرمى بتاعه بيلعب مكان وحلس تاني أو في سيناريو تاني كان ممكن المبارح ده يخرس كورتي إيه الجد بالضبط وكمان نحط في الاعتبار نقطة هو هناك هيلعبك على إنه يكسبك هو هيلعب معاك في ملعبه هيبقى الأداء بتاعه وجومي مفتوح أكتر فإنت ممكن تستسمر الصغرات اللي هي هتبقى موجودة في الفريق بالضبط هتبقى مفتوح أكتر هو هنا برضو إلى حد ما نوع من التحفز إنما أنت لما تلعب معاك هناك أنا بشوف أن الفرصة ممكن تبقى أكبر جدا أمام فريق النادي الآلي إن شاء الله أنه هو يحقق الفوز في المباراة القادمة